السلام عليكم و احبابكم في طقس جديد و فيديو جديد من بعد بدلنا الجزء رقم واحد من تصحيح دي السلسلة رقم ثلاثة من ثلاثل تعلوم السياقة اليوم ان شاء الله نحاول نكملكم الاسئلة و ندلكم الجزء الثاني من تصحيح دي السلسلة رقم ثلاثة او صيغة دخوة من ثلاثل تعلوم السياقة اذا سؤال ساتس كيقول قالك نسمح للصيغة اللي جاية من ليمن بالموع نعم الجواب واحد لا الجواب جوش بثب منكم ما يحسب لكم هاد طنوبيلة خرجة من واحد الملطقة ديال الطرق و احنا كنعرفوا مني كنكونوا في الملطقة و طنوبيلات كيجو من ليمن و من ليصغر او من ليمن يعني مني كيكون طريق بدون يتشوير بحد هنا ما عندي تشوير فمو ليمن يدوزي يعني كنحضي ليمن ديالي ولكن هاد طنوبيلة اللي حدتو خرجه مو حد دريب ضيق هاد دريب هاد نعمل ما ما كيجوش منه الطنوبيلات او يمشيو منه الطنوبيلات لا هاده غب حل يخرج من واحد القاراج او المرآب او فيلا داعو ممتلك دياله خاص يعني ما غاديش مو حد طريق اللي كتديو 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 و اللي كتديو قلت أن هذا عاد يدامج في حركة السير أما أنا في الطريقة رئيسية أنا دايجا من دامج في الحركة السير يعني السرعة ديالي كبير من دياله والقاعدة كتقول اللي السرعة دياله كبيرة هو اللي عنده الأسبقية إذا أنا هو اللي عندي الأسبقية إذا نسمح السيارة اللي جاء من ليمن الجواب هو لا جواب جوش السؤال السبع قالك وش يمكنني نصير بلا ضغ نعم الجواب واحد إلا الجواب جوش إذن أنا داخل تجمع سكاني أو داخل المدينة وكينا الإناء لاحظ كينا الإناء هالبطوية تشعلي إذن أنا أقول لكم إن كتكون داخل تجمع سكاني والبطوية تشعلي اللي بينسخ في الليل طبعاً لها في الليل كتشعل إما ضوء التقابل ولا ضوء الوضع بحال بحال ممكن نشعل ضوء التقابل ممكن نشعل ضوء الوضع إذن كتشعل ضوء الوضع وأضواء التقابل إذن أنا قالك وش يمكن لي أنا نمشي بلادو يعني ما نشعل لدو تقابل لدو ووضع لولو يعني نمشي بلادو بطبيعة الحال ما يمكن ليش مخالفة إذا مشيتي بلادو مخالفة إذا ضروري خاصي نشعل دول وضع لدو تقابل صافي إذن وش يمكن لي نسي بلادو الجواب واقم جوش سؤال ثمانية قالك عدد الراجلين اللي كي تقتلوا في الطريق هو أكثر عدد عند الكبار ولا الصغار والعجازة هنا إحصائيا يعني في المغرب الإحصائيات اللي كيديرو كيتبتو أن عدد الراجلين اللي كي تقتلوا في الطريق سواء داخل مدينة أو خارج المدينة هم الصغار والعجازة طبيع للحال الصغار حيث كيكونوا مثلا مشاربين شاكلهم يعني ما زال صغارين أطفال والعجازة اللي كي تكون بتاتخ ما قدش عندهم مرؤية مزيانة عياء دونك مشي عند غير الكبار العادي اللي يعني الكبار نوبيهم يعني درجان يعني من مثلا من من فوق عشرين عام مثلا ديك ثلاثين أربعين عام بحال هكا والصغار والعجازة يعني الصغار اللي كيكونوا صغار يعني في عموهم عدى عشر سنين تناشر عام ثمان سنين بحال هكا ولا العجازة اللي كيكونوا كبارين يعني يعني دو واحد سيلي وكبير سواء سبعين عام ثمانين تسعين وهي غادة فبطبيط لحال إحصائيا عدد الرجل اللي كيتقتله في الطريق هو أكثر عند الصغار والعجازة إذن الجواب الصحيح هو رقم جوش سؤال رقم تسعود قلك نسمح العربات اللي جاية قبالتي بالمور نعم الجواب واحد إلا الجواب جوش دون قلك واش نسمح أنا لاتصيارات اللي جاية هادو من تجاه المعاكس يدوزو يعني واش خاسني درور نلقف ونخلي هادو اللي جاية لاتجاه المعاكس يدوزو عددوزانة شوف القاعدة هادو أقلو عليها ديما نكون أنا غادي نتقابل مع عربة عربة أو عربات جاية من الاتجاه المعاكس شكون فينا اللول عندو الأسبقية اللي ما عندوش العائق وهدي كندن غني قولتها في السلسلة رقموهات في الصحيح كنت قولتها إذن مين تقابل أنا وشي عربة كيما بغا تكون نعديها هو اللي خاصه يوقف ويخلي لاخر يدوز شكون اللي هنا عندو العائق وشانة ولا هادو اللي جاية من الاتجاه المعاكس بطبيعة الحال أنا العائق اللي عندي هو الكاميو شوف إلا رحتها شاعل كاتخسينيال شوف شاعل الدواء كاملين هاي ما بيناش مزين في السيستام شاعل كاتخسينيال أضواء النجدة دونك هذا يعني واقف هذا ما مشهل كاتخسينيال يا واقف قدار يكون عندو عاطب للمهم شيء المهم واقف هاي ما شعل طوال واقف ما محركش إذا أنا عندي عائق أن الشحينة واقفة لي في وصف الطريق دونك تشكلي بينسو خطأ إذا أنا إذا جيت نكحش شوية ليسا باش ندوز بطبيعة الحال كون أكيد أنني أنحبس أنا ويحبسوهما يعني بحالي أنبنوكيليون الطريق ما أنا أندوز ما هوا ما أيدوزو إذا شنو خاصين دير أنوقف نقشد لي من ديالي تيدوزوهما ويندخوها الطريق ديك الساعات يمكن ليندوز دونك هذي قاعدة كون غادي تقابل مع عربة جاية من التجاه المؤكس ديما اللي كيوقف هو اللي عنده العائق شكولني هنا عنده العائق أنا أما هما ما عندهم تشي عائق هما يعني إذا جاو يدوزو يدوزونيشا ما أنا إذا جيت ندوز خاصني داروغي نشد ليسا نكحوز على الكمية حيث اللي بخي تغادي من اللي ندخل فيه قابينا يعني كنظن أنكم خاصكم تفهموا ما تبقرواش تحفظوا الأسئلة يعني غير حاولوا تفهموا وكون أكد غاوخي تبتلوا الأسئلة وتبتل سيغط السؤال والصورة هتعرفوا تجانبوا حيث تفهمي هاها باينا باللوجيك أن هذا ما حداهم والو يعني إذا يمشوا ويدوزوا ضغير أما أنا إذا بقيت شد ليمن دخلت في الكمية وإذا شدت لا يسار باش نكحوز على الكاميو قد ندخل في هادو اللي جاي الملتيجة المعاكس ولو خلو ندخل فيه ولا ما يدخلوش فيه ها نبلوكيو الطريق يعني يعني أن نعاقله السير فباش نإفتاو هاتش يكون لما نعاقلهش السير نوقف فأنا بقاشد ليمن ديالي تيدو زهوما من يدخوا الطريق نكحوز الليسر طبي الحلو وبما أن أنا عندي واحد لعائق وانكحوز الليسر ديالي قائدة دهوري خاصين ديال السينيال دياليسر بأنني أنكحوز باش نعطي إشارة السير اللي مغاية بأنني بحاليا هادا راكي تسمتا وتجاوز بحاليا راها نتجاوز طبي الحال باش هادو اللي مغاية يلا شافوني أنا أنكحوز ما يتجاوزوش هاتي لكحوزو ما كحوزو قدر دخل فيه ولا يدخلو فيه سؤال عشر وآخر سؤال في هادو الجوز قدر كيفاش نتجاوز أصحاب الدراجات اللي هما هادو واجبالي نخلي بيني وبينهم على الأقل مسافة هي مسافة جانبية بيني وبينهم واش نصف متر واش متر واحد ولا متر وعنصف ديالي سأعطيتكم في الدرس المسافة الجانبية اللي نخلي بيني وبين الراجلين والدراجات يعني ما كنبغين نجاوز دراجة قولنا داخل المدينة كنخلي متر خارج المدينة كنخلي متر انصف منين كنبغين نجاوز راجل عطيني بدهان كنخلي متر داخل المدينة متر انصف خارج المدينة خلاص في التقابل كنخلي سواء داخل المدينة أو خارج المدينة دو متر يعني قابلت هنا وراجل يعني عطيني بوجهان أنا غادي والراجل جاي إذن هنا المسافة الجانبية اللي خاصة نخلي بيني وبينه هي جوج متر سواء داخل او خارج لمدينة داخل المدينة باش نعافذة انه داخل المدينه يا اما кат尋تها يا اما катلقة البطليات بايداته يا اما катلقة طوه و riflesر يا اما катلقة الطيق ضيقه الى ما قيتش هدوا عافظك خارج المدينة اذا انا هنا第三 سفى من الطيّران داخله في المدينة او داخل تجمع ساimmung سيفى بعين والا فى المدينة اذا داخل المدينة نقه لي مسافة جانبية eran ل которых إذا الجواب الصحيح هو رقم جوش. يعني بغير ما منك تكون ضبط القواعد ديالك، فاهم الدروس ديالك، كن أكيد أن الأسئلة بنال. يعني بغير ما أعطى جاوب عليهم في أقل من ثانية. ما كنتيش فاهم القواعد والدروس أتقاموا شكل. شكونون تفقين. هاداك أناش كنقول لكم. قبل ما تجيو تتشوفوا هاد الجزء هاد المرحلة الثالثة ليدف حاولوا تشوفوا المرحلة اللولة. حيث أننا ضدتكم المرحلة اللولة هي الدروس القواعد. يعني هاد الشيء في كله كنت شرحته. شرحت الدرس الأسبقية، الدرس ديال حساب المسافات، الدرس ديال هاد المسافات الجانبية، هاد الشيء كله شرحته في القواعد. من بعد دوزول المرحلة الثانية هي تصحيح ديال السلاسل للبداف، وهاد دوزول هاد السلاسل اللي يخدموهم جميع مدارسة المسيقة، والتي أنا كنضي لهم تصحيح. وكان وعدكم إلا خدمتو أغير هاد الشيء، أنا كان وعدكم بأنكم أجيبون قطع زوينة، وكلكم أتنجحون إن شاء الله في الكود. كان وعدكم بهذا المسألة، وتين شاء الله تنجحوا وتقرطوا البير ميديا لكم، هاد المعلومات اللي كان أعطيكم أتفيدكم. يعني بغاية موادي تفيدكم. شكرا على التثبير. كان أتمنى الفيديو كنات الإجاب لكم، إذا أجبكم، لا تنسوا الشباب ترجوه مع أصحابكم، تفعلوا إذن الجرس بيش وصلككم جديد، تعبونوا مع اياشين يوتيوب كاريم فيلالي، باش بيسبوك كاريم فيلالي، تريب سيس كاعف، شكرا على التثبير، فيدوا الماجي إن شاء الله للكم نجوز الثالث، ونحاول نكملكم تصحيح ديال السلاسل رقم ثلاثة. ترجمة نانسي قنقر